لم تسلم هي كذلك بل كانت أهدافاً لطيران التحالف أثناء اجتياح ميليشيات الحوثي لمدينة عتق في مطلع العام 2015 والتي تدمرت بشكل كامل عدد من المباني الخدمية الحكومية كانت أهدافاً مشروعة للطيران بذريعة تحويلها إلى مواقع عسكرية ومراكز سيطرة من قبل ميليشيات الحوثي التي دأبت على استخدام هذا الأسلوب لتفادي القصف ما حصل في محافظة منها طبعاً زمي دمار لبعض المشاريع وبعض المنشآت منها جسر السلام في النقبة ومنها مستشفى عتق المرخزي ومنها محكمة الحكومية المحافظة منها المعهد المهني الصناعي مشاريع كثيرة تم قصفها نتيجة تواجد الحوثيين فيها طلب التحالف من السلطات في المحافظة تقديم حزمة من المشاريع التي تحتاج إلى التدخل نتيجة تضررها خلال الحرب لكنها ورغم استلامها الدراسات بشكل مستمر من قبل السلطات المتعاقبة لم تنفذ شيئاً منها حتى الآن قدينا في 2015 بحسب طلب الأخوة في التحالف الحمر الأماراتي الدراسات والصاميم المشاريع المطلوب عادت عمارها وسلمنا لهم كل تلك النصخ إكترونية وورقية ولكن إلى الآن نحن الآن في 2020 لم ننفذ من تلك المشاريع إلى مدرسة الأوشة الأخوة الآن في برنامج التنمية والعمار السعودي عندنا في المحافظة في شبوة في عتق ندارس نحن ياهم المشاريع ذات الأولوية والملحة التنفيذ وإن شاء الله أنهم يكونوا عندهم حسن الظن ما يزيد المأساة أن معظم المباني التي استهدفها الطيران في المحافظة ارتبطت بحياة الناس اليومية مستشفيات ومباني تعليمية وجسور ومقار حكومية أخرى كان بالإمكان تجنبها لا سيما وأن تحركات الميليشيات آنذاك كانت واضحة تمر السنة الثالثة منذ إعلان البرنامج السعودي إعادة عمار ما دمرته الحرب دون أن يلمس المواطن شيئا من ذلك هنا لتبقى هذه المباني شاهدة على حجم الدمار نتيجة قصف مقاتلات التحالف الذي وصفه الكثير بالعشوائي أبو بكر حسين لكناة بلقيس شبوه